كان استعداده لإتمان يسوع على اللي عنده دي ثقة في يسوع أنه يقدر يعمل أكتر بكتير من اللي كان بيفتكر أنه يقدر يسوع يعمله أو يتخيله عنه ده كان خروجه البسيط بره ذاته حتى عن احتياجاته الشديدة للأكل اللي يسوع يقدر يعمله بشوية حاجات صغيرة قوي هو اعتمن يسوع أنه ياخد الأليل اللي عنده واللي هو كان بيمتلكه ويحوله لأضعاف الأربع أصدقاء في الوحزة الأخيرة ثبروا في الإيمان الولد ده خرج بره الإيمان خرج بره بالثقة في الرب يسوع المسيح وعشان كده يسوع بيتكلم كتير عن إيمان الأطفال ليه؟ لأنه لما بندخل عالم الكبار بكل تعبيراتنا الساخرة بكل شكنا فيه بكل سلبيتنا بيبقى صعب علينا أننا نصدق في وعود الرب يا أهالي ويا أجداد اسمعوني لشوية صغيرين لو دربتوا ولادكو أن يكون عندهم سيقف الله وفي وعوده هم هيكبروا ويبقوا رجالة وستات عندهم إيمان سابت لو أنتو أظهرتوا لولادكو السقة الكاملة في وعود الله في الأوقات المظلمة في الأوقات الصعبة أنكم معتمدين عليه مصدقين فيه واسقين في كل وعوده هم هيكبروا ويكونوا رجالة وستات ممتلئين بالإيمان والجموع تبعت يسوع وما سبتهوش لوحده ولما تأخر الوقت في اليوم ده حنان يسوع نحيتهم زاد أكتر وأكتر في الواقع كلمة حنان هنا مش معناها أنه حس بالشفقة عليهم يعني أنه كان شوية قلان عليهم ويعني ما كانش عايزهم يبقوا جعانين وهمدانين طول الطريق وأنه لازم يتصرف ويعمل حاجة كده ليهم لا 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 الكلمة هنا نفسي أقدر أعبر لك عنها كانت مشاهرة عطفية جسدية عميقة الرب كان حاسس بيها حس بالألم حس بالضيق بسبب معاناة الجموع يسوع باكى على قبر العازر هو باكى على أرشاليم لما ما استجبوش وما أدركوش احتياجهم الحقيقي ومرة والتانية أظهر رحمته للاتنين اللي صدقوا واللي ما صدقوش هو كمان صلى لللي صلبوه على الصليب